تمديد جديد للهدنة في اليمن تمديد يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق دائم في أسرع وقت ممكن بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ الذي اقترح كذلك هدنة وصفها بالموسعة بهدف التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب الموظفين بشكل منتظم وفتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة الخاضع كذلك لسيطرة الحوثيين وعلى الرغم من هشاشة الهدنة السابقة والعدد الهائل من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلا أن البيان الأممي وكذلك الأمريكي لم يتطرق إلى دور نظام طهران الذي يعلم القاصي والداني أنه المحرك الأول للحوثيين الأمر الذي يرى محللون أنه يعكس توجها أمريكيا ودوليا نحو التعامل مع الوجود الإيراني في اليمن كأمر واقع وليس أدل على ذلك من محاولات الاسترداء للحوثيين فيما يخص مطار صنعاء وميناء الحديدة الهدنة في اليمن إذن ستتواصل لشهرين إضافيين وعلى الأرجح بحسب مراقبين ستتواصل كذلك خروقات الحوثيين كما جرى في الشهور الأربعة السابقة من الهدنة إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية والتي تبدو أكثر تساهلا مع إيران وميليشياتها في المنطقة ستغض الترف عن تلك الخروقات ما دام ملف مفاوضات الاتفاق النووي مفتوحة على الرغم مما يمثله نظام طهران ومخططاته التوسعية من خطر على الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم